الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد فنحن معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المواقف الإيمانية فيها نتعلم الثبات نتعلم الارتباط بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى وهذه قضية نحتاجها في حياتنا تمر علينا مواقف كثيرة فيها شدائد فيها أمور صعبة ويتزلزل الإنسان أحيانا يتزلزل إيمانه أمام فتن شبهات شهوات يحتاج إلى أشياء مثبتة اشتد النزاع بين موسى عليه السلام وفرعون فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يضير في الأرض الفساد سبحان الله فرعون الطاغية حريص على مصلحة الناس وعلى دين الناس ويلد أن يقاوم الفساد ولذلك يليد أن يقتل موسى عليه السلام عجبا ظهر في صورة الواعظ المشفق على الناس وموسى المخرب المفسد فماذا قال موسى عليه السلام لما بلغه هذا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وعند هذه الحاجة لنصرة النبي ظهر الرجل المؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه لما رأى أنه لابد من نصرة موسى عليه السلام أفصح عن نفسه وقال كلمة العدل عند السلطان الجائر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كيف تستحلون قتله ما ذنبه ما جرمه أن يقول ربي الله هل هذه جريمة وما هي المصلحة في قتله وأي فساد ستدفعون إذا قتلتموه أتاكم بالمعجزات والدلائل للبينات الدالة على صدقي وأن الله أرسله والعصى انقلبت ثعبانا ابتلع سحركم ابتلع حبالكم وعصيكم يخرج يده من جنبه بجضاء بلا برص تتلألأ نورا تبهر الناظرين طيب لو كان كاذبا فالله يكفيكم إياه لكن لو كان صادقا ولم تؤمنوا به بل قتلتموه وهو مرسل من ربه فماذا سيحل بكم من ربكم وذكرهم بأن الملك والحكم يذهبوا إذا قاوموا أمر الله الخراب والزوال عاقبت من يعاند ربه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم ما أحكمه ما أذكاه فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يعني كلنا الآن ما نصير مشترك وينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه ثم ذكرهم بأيام الأحزاب الكافرة والأقوام التي أهلكها الله تعالى وقال مقالة شريفة عظيمة كريمة ذكره الله عز وجل لنا في كتابه ثم فوض الرجل أمره إلى الله توكل عليه واحتمى بجنابه وكلمة الحق يعني تزلزل ويحيي الله بها النفوس الجاهلة والغافلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر قال الخطاب وإنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف وقال المظهر رحمه الله وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم الغفير قال الخطاب رحمه الله ما معناه وإنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو في معركة قد ينجو وقد لا ينجو لكن الذي يدخل أمام هذا السلطان الغالب فنسبة تعرضه للتلف والهلاك أكبر ولذلك كان من أفضل الجهاد وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائد فأمره ونهىه فقتله رواه الحاكم وحديث صحيح الذي يتكلم بكلمة الحق وينصر الحق أمام فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى فرعون ما تورع أن يلقي بماشطة ابنته في النار في قدر محمى معها أولاد وحتى الرضيع ولذلك الرجل هذا في الحقيقة مقف موقفا عظيما وينبغي على المسلم أن يسعى في نصر الدين الله وأولياء الله والهمة عندما تكون متجئة إلى الآخرة فإن الدنيا تهون وهذه المعاني العظيمة إذا تحركت في نفس الإنسان المؤمن فإن توكله على الله يزداد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل والذي يعز دين الله يعزه الله عز وجل هذا الرجل لم يظهر أمام الناس بشخصيته الإسلامية إلا في ذلك اليوم لما قال فرعون ذروني أقتل موسى فأخذت هذا الرجل الغضب لله فاحتمى بجنابه ووعظ وذكر وحذر وأنذر فنصره الله ووقاه الله سيئات ما مكروا وقد حكى سبحانه في كتابه موقف هذا الرجل لشرف ما قام به في ذلك المقام وإذا كان مؤمن آل فرعون صديق أولئك القوم فإن أبا بكر صديق صديق هذه الأمة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حين كفر الناس قال الناس كلهم كذبت وقال أبو بكر صدق وزوجه ابنته ووساه بماله وأسلم على يدي بشر كثير وأعتق من السابقين من أعتق وأسلم على يدي أبي بكر من العشر المبشرين من أسلم وأئمة وقد روى البخاري في صحيحي عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفها أحلامنا وشثم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركناء ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها إلى أن قال فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذب حتى وجب لركبته ساقطا وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بعض دي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه واحتضنه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لا يسيلان وهو يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم حتى فرغ من الآية كلها وكان عقبة بن أبي معيط قد لوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فأخذ بجامع ردائه فقالوا أنت الذي تسب آلهتنا وتنهانا عما يعبد آباؤنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا ذاك وأبو بكر يحتضنه يقول بأعلى صوته أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وعيناه تنضحان رضي الله عنه رواه الطبراني بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قالوا من هذا قالوا هذا ابن أبي قحافة المجنون رواه الحاكم وصحا على شرط مسلم ووافقه بالذهبي ولذلك أقول قيم رحمه الله الصديق خير من مؤمن آل فرعون لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق علن به وخير من مؤمن آل ياسين لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين لقد كان رضي الله عنه حقا أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له شجاعة طبيعية وشجاعة دينية وكوة يقينية بالله وثقة ثقة والشجاعة لا تحصل لكائن من كان بل تزداد بالإيمان واليقين وتنقص بذلك فقد يكون بعض الناس قويا لكنه ليس بشجاع وقد يكون شجاعا في موقف لكن تخون نفسه في مواقف هذا المؤمن دائما شجاع ومتى تيقن أنه يغلب عدوه كان إقدامه بخلاف إقدام من لم يكن كذلك كان المسلمون الكبار هؤلاء عندهم يقين أنهم سيغلبون وأنهم منصورون وأن الله سيفتح لهم البلاد وهذه من أسباب الانتصار ذكر هذا من تيمية في كتاب من آج السنة فما أحوج الناس اليوم إلى هذه الشجاعة ما أحوج الناس هذه الأيام إلى هذه المواقف وبالرغم من سفاهة الجاهلين وجهالة الظالمين ظلم المعتدين وعدوان الآثمين وإثم الحاقدين وحقد الكائدين وكيد الكافرين ومكر الضالين المكذبين لكن أهل الإيمان يثبتون اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد